حسن رضايا المالية الخارجية وتراكم موالد ادخال المزان قد سمحت الاقتصاد الوطني أن يصمد أمام الصغمة الخارجية الكبيرة وتباق ومستمر لنمو التجارة الخارجية الدولية منذ أواخر العام 2014 لا يشعر محافظو بنك الجزائر بالسعادة والحبور وهم ينزلون إلى قبة البرلمان لعرض أرقام ومعطيات تجر عليهم في كل مرة مساءلات البرلمانيين وانتقاد الخبراء وغضبة العامة ولئن حاول محافظ بنك الجزائر أن يقرن كل مؤشر مالي أو نقدي أحمر بابتسامة لا لون فيها فإنه لن يفلح في إخفاء حقيقة الوضع المتردي لاقتصاد البلاد الذي لا تتوقف توازناته الكبرى عن الانهيار فاحتياطي الصرف في تراجع ومعه تتدنى قيمة العملة الوطنية ويزداد عدز ميزان المدفوعات ارتفاعا وبالتوازي مع الوضع الراهن لم يجد القائمون على بنك الجزائر من وسيلة لكبح الانهيار إلا الشروع في عملية تيسير كمي ضخم من خلال سك مزيد من الدنانير لإسعاف جسد اقتصادي متهالك ذهبت دولارات النفط بعقله ذات بحبوحة كما سماها المتفاخرون والحالمون يوما وطوال سنوات ثلاث من عمر العطب الذي أصاب سفينة الاقتصاد الوطني طفت إلى السطح مصطلحات حكومية كثيرة أولها النموذج الاقتصادي الجديد وآخرها ميثاق الشراكة بين القطع العام والخاصة مصطلحات تثبت أرقام بنك الجزائر أنها كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ترجمة نانسي قنقر